سهر الهلالي وحلقة يوم الجمعة بنا تمنى أنها تحوز على رضا حضراتكم كالعادة اخترنا لحضراتكم فقرتين هنتكلم عن التحول الرقمي اللي بيحصل في مصر ايه اهم التبعات لهذا التحول زي قدرنا ان احنا نحقق هذا التحول الرقمي في ظل جائحة كورونا وتقدمنا بشكل كبير فيها وهيكون لنا لقاء مع الكاتب الصحفي أستاذ رضا المسلمي كمان هنتحدث عن السوشيال ميديا والوسائل التواصل الاجتماعي واثارها على المجتمع بشكل عام وعلى المجتمع المصري اهم السلبيات اهم الايجابيات ازاي ممكن تكون يعني برغم سلبياتها قدرت ان هي تفيدنا في مرحلة جائحة كورونا واحنا بنحاول نعيد واحنا بنحاول يعني نتواصل مع بعضنا البعض بالرغم من وجود جائحة لفترة طويلة إلا قدرنا نحن نتواصل من خلال السوشيال ميديا عن سلبياتها وإيجابياتها وأهم الطرق اللي نقدر نستفيد بها حيكون لقاءنا مع دكتورة باسمة سعيد باحث في علم الاجتماع حالا نقدر نطلع مشاهدين الكرام لفقرة رياضية ونعود لحضراتكم بعد بنعود لحضراتكم مشاهدين الكرام وأخبارنا السريع اليوم الجمعة 15-24-22 وأول خبر من اليوم السابع والرئيس السيسي يطلع على حركة قناة السويس ويوجه باستمرار مشروعات الهيئة اجتمع رئيس عبد الفتاح السيسي أمس الخميسة مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وصرح السفير باسم راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة نشاط هيئة قناة السويس حيث اطلع الرئيس في هذا الإطار على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس والتي حققت معدلات زيادة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي فيما يخص أعداد السفن وحجم البضائع العبرة وكذلك الارتفاع في الإرادات كما وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بتركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهدفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية قراران جمهريان بتخصيص أراضي لإقامة مشروعات تنموية واستصلاح واستزراع بألمينيا حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 126 لسنة 2022 بتخصيص مسحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية شرق وغرب النيل لصالح محافظة ألمينيا لاستخدامها في المشروعات التنموية ورئيس الوزراء يستعرض الأثار نتجة عن ارتفاع سعر الصرف بموزنات الشركات وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أمس خطة صندوق مصر السيادي لجذب المزيد من الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة الحكومة تبحث تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بالعمل على تنشيط قطاع التمويل العقاري معلومات الوزراء يحصد خمس جوائز ضمن ستيفي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022 وبننتقل لجريدة الأهرام الاتحاد الأوروبي يشيد باستراتيجية مصر لحقوق الإنسان بروتوكول تعاون بين أكاديمية ناصر العسكرية العليا وجمعة الزقسيق الإسكان مد حجز الوحدات وسداد المقدم لموظفي العاصمة الإدارية حتى 28 إبريل ووزير التنمية المحلية بيصدر حركة المحليات السنوية وتعيين وترقية 58 قيادة جديدة القبضة للمياه تنتج 25.5 مليون متر من مياه الشرب يوميا وجود الخدمة أولوياتنا تماما وبننتقل للأخبار الصحة توفير خدمات التوارئ لأربع ألاف مواطن عبر الخط الساخن 137 ويمكن للفئات العمرية فوق 18 سنة تلقي جرعات تنشطية من لقاح كورونا قانون التأمينات يحدد حقوق صاحب المعاش حال مزاولة عمل بعد انتهاء الخدمة التعليم أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستكون وفق نظام التقييم الجديد أيضا سيتم عقد امتحان لمن يقدم في مسابقة 30 ألف معلم وتتوافر فيهم الشروط المطلوبة استمرار المرحلة 22 من كلنا واحد لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وآخر خبر أخبار التقس تقس اليوم مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 15 بالنسبة لبيان بدرجات الحرارة القاهرة العظمة 26 والصغرى 15 الأسكندرية 22-14 مطروح 21-13 أسوان 35-20 وسانت كاترين العظمة 25 درجة والصغرى 13 وبكتاب تنتهي فقرة الأخبار وحالا نقدر ننتقل لأولى فقراتنا الحوارية على الهوى وحيكون بيشرفنا فيها الكاتب الصحفي أستاذ ريدا مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بحضراتكم مرة تانية وبتكلم عن التحول الرقمي طبعا كان ضمن خطة مصر في هذه المرحلة التنمية والتطور بالنسبة للتحول الرقمي ولكن مع ظهور جائحة زي جائحة كورونا كنا مضطرين للتحول الرقمي بشكل أسرع وبشكل نقدر نقول فيه دقة حتى فيه تدريب اللي حيتعامله مع التحول الرقمي التحول الرقمي ليه إيجابيات كتير سبقتنا فيه دول وقدرنا بشكل سريع أن نلحق بهذا القطار اسمحوا لنا مشاهدين الكرام نتحدث عن التحول الرقمي مع ضفنا الكاتب الصحفي أستاذ ريدا المسلمي أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك الحقيقة للتحول الرقمي مهم بشكل كبير ويعني نقدر نقول إلى حد ما كنا متأخرين ودول كتير سبقتنا فيه ده وبالرغم من ذلك قدرنا أن نحن نحقق إنجاز كبير فيه كلمني عن التحول الرقمي في مصر وإزاي إحنا النهاردة حتى مع أي إنشاء لمدينة جديدة بيتم وضع في الاعتبار بشكل كبير فكرة التحول الرقمي بسم الله الرحمن الرحيم هو زي ما حضرتك قلتي يعني موضوع التحول الرقمي مصر اتأخرت فيه لكن إحنا بدأنا من فترة قريلة بدأنا مع التفكير في الجمهورية الجديدة فالتحول الرقمي أحد أركان قيام هذه الجمهورية الجديدة الجمهورية الجديدة أصلا بتعتمن على موضوع التحول الرقمي ويعني إيه تحول الرقمي يعني التوسع في التكنولوجيا واستخنام التكنولوجيا التحول الرقمي ده بساعد في حاجات كتير جدا يعني بيختصر الوقت والجود على المواطن المصري زي ما حضرتك قلتي في دول سبيتنا دول الخليج يعني احنا كنا بنشوف في أوقات سابقة أو سنوات سابقة بنعاني من أزمات في طوابير بنعاني في أزمات في البيروقراطية اللي بنشوفها في المصارع الحكومية ونروح نعمل رخصة مرور بنشوف المعاناة بنروح أي مصلحة حكومية بنشوف المعاناة التحول الرقمي ده هيختصر الوقت والجهد دلوقتي أنا ممكن وأنا قاعد في بيتي أخلص الخدمة أجدد رخصة القيالة بزبط إيه اللي أنجزناه وإيه اللي منتظرينه إن شاء الله الفترة اللي جاي احنا التحول الرقمي في مصر يعني قريبا في 2023 هنطلق منصة مصر الرقمية يعني احنا حتى الآن أطلقنا 60 خدمة رقمية حضرتك بتشوفي يعني في مصلحة الشارع القاري بنشوف عربيات متنقلة بتروح الأماكن نفسها عايزة خلص خدمة بنشوف سيارات متنقلة مصلحة الأحوال المدنية في بعض المناطق في مصر والقائرة تحليلا منشوف السيارات دي أنا ممكن من خلال العربيات المتنقلة دي فيها الخدمات متكاملة أطلع بطاعة أطلع عوثقة سافرة أطلع عشارة ميلاد يعني الخدمة نفسها بقت تروح للمواطن في الأماكن اللي هي كان فيها كسافة كبيرة جدا فإحنا فيه ستين خدمة حاليا تم يعني شغلة بالتحول الرقمي ده ولسه على الفين تلاتة وعشرين يعني هتكون المنظومة اكتملت يعني المخطط لي من الحكومة المصرية ان تكتمل الخدمة الرقمية دي أو التحول الرقمي يكتمل يعني في خلال عام يبقى ملصة مصر الرقمية دي المعظم الخدمات عندنا التحول الرقمي خلاص عن أهل بقى موضوع الورق موضوع التوبير اللي حاجات دي كلها هتقل يعني ده المخطط لي في مصر خلال نهاية الفين تلاتة وعشرين تحية التحول الرقمي كمان أفاد في حاجات كتير في رصد بعض المعلومات اللقاحات بتتم أو حاجزها بيتم عن طريق التحول الرقمي ازاي هتدخل في كل المجالات التحول الرقمي هو حضرتك يعني احنا في أزمة كورونا ظهرت أهمية التحول الرقمي صحيح طبعا كان فيه حظر تجول والجائحة على مستوى العالم ظهر الأهمية دي في مصر تحديدا يعني احنا ما بقاش المواطن ينزل من بيته وممكن أهد أي خدمة ونقاعد حتى حاليا حصل تطور تكنولوجي ان أنا ممكن أهد أي خدمة ونقاعد في بيتي من خلال الموبايل يعني الموبايل ده برضو مع التحول الرقمي توسعنا فيه وصلت الأمور ان احنا أهد خدمة من خلال الموبايل أنا أعاد في بيتي أدفع مصاريف أتعامل مع البنك أحول أي فلوس بمناسبة البنك هل ساعد التحول الرقمي فيه تدوير حركة المال في البنوك المصرية؟ لا هو التحول الرقمي يعني أحد فروعه الشمول المالي صحيح الشمول المالي ده يمكن مصر أطلقته تحت رعاية البنك المركزي وطبعا الشمول المالي هو يعني معناه معناه أن أنا عايز أجذب شريحة من المواطنين شريحة جديدة ملهاش أي تعامل مع البنوك يعني شريحة المواطن العادي ما كانتش لها ما كانتش تعرف حتى عن التعامل المصرف إيه فالشمول المالي أن أنا عايز أوصل خدمة للمواطن البسيط أنه يكون تعامله من خلال البنك من خلال الفيزا كارت من خلال دفع ألكتروني هو ده الشمول المالي أن أنا عايز الخدمات المصرفية دي توصل للمواطن البسيط لمحلول الدخل تعاملاتهم كلها تبقى تعاملات من خلال الدفع الألكتروني ده يمكن هيقلل في حاجات كتير جدا يعني أولا يعني هيعمل لنا قاعلة بيانات في مصر أقدر أحللها أقدر أخر قرار بناء على على البيانات المتاحة لها يعني إحنا بنشوف حاجات كتير كانت بالنسبة للتعاملات الورقية النقدية والحاجات دي بنشوف أمر كتير يعني في ظاهرة زي المستريح كانت ظهرت في فترة دي كانت بتستنزف أموال بعض الناس وتروح لها ناس كتير يعني لكن مع الشمول المالي أنا بدأت أجذب المواطن العادي للبنك ويتعامل مع البنك ويتعامل مع القطاع المصرفي فبوفر له خلامات كتير من خلال الشمول المالي بوفر له أوعية ادخارية لقضي على الفساد اللي في بعض المصالح يعني مش عايزين نعمم صحيح احنا عندنا مقولة شائعة كل ما قلت الوسائط كل ما قلت الفساد يعني أنا مبروح مصلحة حكمية زمان بتعامل مع موظف واتنين والورق يتأخر كنا بنشوف المعاناة اللي بنشوفها البيروقراطية اللي بنشوفها والختم ومش عارفه وحاجات زي كده كتير يعني فمع التحول الرقمي بدأت الخرامات دلوقتي اتعامل الالكترونيا انا ممكن دلوقتي يعني زي ما قلت لحضرتك عايز اطلع مثلا جواز سفر عايز اطلع رخصة قيادة عايز اي خدمة احنا عندنا 60 خدمة في مصر حاليا ممكن من خلال التحول الرقم اقديها وانا قاعد في بيتي يعني دي ما بتحتاجش وسيط ما فيش موظف حكومي انا قللت الدايرة اللي انا بتعامل فيه فكل ما قلل الدايرة دي والموظف الحكومي لغيته وده طبعا مش تشكك في الموظف المصري لكن احنا كنا بتشوف في فترات البعض ضعف النقوص نعم والرقامة الادارية كان لها حمالات مهمة وكان فيه يعني هدف من اهداف الدولة في هذا التوقيت هو مكافحة الفساد طبعا فكل ما قللت التعامل مع الموظف ففيه فرصة ان انا اقضي على الفساد انا بقى شايف بدفعي وشايف تعاملات ايه واقدر من خلال كل ده يعني اقدر اقلل من موضوع البيروقراطية يبقى للف الوقت وللف الجهد يعني طبعا ده كله بساعد ان الخدمة اللي بتؤدى للمواطن يعني بتبقى مستوى جيد جدا رفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطن طبعا كل دي امور ساعدت اننا المواطن بيحصل على خدمته بشكل لائق المواطن بيحصل بيوفر وقته وجهده يعني كنا في الاول بنشوف معاناية فعلا لكن التحول الرقمي فعلا ساعد في حاجات كتير ولسه المرحلة الجاية اعتقد ان التحول الرقمي ده يعني هيساعد في امور اكتر يعني المواطن من ضمن المجالات اللي توسع فيها التحول الرقمي واللي افادت بشكل كبير جدا وحمد حق الدولة وحق المواطن مجال المرور يعني الحقيقة فكرة الدفع الفواتير او المخالفات عن طريق يعني الموبايل او غيره فكرة ان انا ابقى شايفة المخالفة متصورة ووضحة ومعروف مكانها فين اعتقد ده كمان قال اللغة اللي كان ممكن يحصل مع دفع الفواتير وغيره طبعا هو التحول الرقمي يعني في دول متحدنا في دول الخليج يعني كنا بنشوف بادفع مخالفة المرور طبعا المرأبة بالرادار وكده بادفع المخالفة بروح اي فيزا كارت او ماكينة اي تي ام بشوف المخالفة علي ايه بادفعه عايزة اجدد بادفع ماليش علاقة بالموظفين من خلال ماكينات في الشوارع ممكن اجدد الرخصة ممكن ادفع المخالفات فده هيحصل في مصر يعني اكيد هيحصل احنا بدأنا نقلل لا بس هو بيحصل بالفعل انك بتدفع عن طريق بس لسه ما توسعناش فيه برضو بالدرجة يعني بس ممكن بتدفع عن طريق الكريدت كارت بتدفع عن طريق الكارت فيزا في خدمات تانية كتير غير الخدمات المرورية طبعا عايزة ادفع الكهرباء فطورة غاز ابسط الاشياء عن طريق التليفون وانما فكرة التعامل ببعض الاقام اعتقد ان الوطن لو جرب الخرمة التكنولوجية يحس بتحسن كبير جدا وتوفير وقت رهيب جودة الحياة كمان يعني جودة الحياة توفير وقت وجهد وكده لكن لسه ده محتاج التوعية محتاج ان انا اقول للمواطن لا الخدمة مختلفة لا اول انت كنت بتجري ورق وموظفين وكده لا تعالى ودلوقت شوف الفرق في مستوى الخدمة وده برضو بيدخل في نطاق حياة كريمة اللي احنا لسيد الرئيس اطلاقها واللي احنا بنتكلم فيها ده في القرى هتستفيد برضو من التحول الرقمي يعني في موضوع حياة كريمة دوت ما هو اساسه برضو ان انا احسن مستوى الحياة تحسين مستوى الحياة ده ايه من خلال برضو التحول الرقمي صحيح احنا كان عندنا نقدر نقول ازمة ديتابيس او ازمة معلومات لو عايزين نقدم خدمة معينة ممكن يكون في عندنا اختلافات في رصد الشريحة اللي عايزين نقدم لها الخدمة وهكذا اعتقد التحول الرقمي كمان بيفيد في النقطة دي بيفيد في توفر المعلومات بشكل دقيق بيفيد بمثلا لو في انتخابات ان الكل يدخل في نفس التوقيت حاجات كتيرة جدا بتفرق ازاي حضرتك شايف هذه النقطة هو زي ما حضرتك بتقولي توفير البيانات ده عامل مهم جدا يعني الوظيف على كده بيساهم في سهولة اتخاذ القرار عن التحول الرقمي بيبقى عندي قاعدة بيانات لكل مواطن لكل منشأة اقتصادية لكل عقار في مصر عندي قاعدة بيانات شاملة عن البلد كلها يعني فما يكون عندي قاعدة البيانات دي ده بيساعد المسؤول الحكومي ان ياخد القرار بناء على بيانات سليمة بعمل تحليل البيانات دي اه ده اخد القرار السليم التحول الرقمي يعني من اهم فويده هو موضوع توفر قاعدة المعلومات دي قاعدة المعلومات دي يعني اعتقل انها كنز يعني ده هيتوفر الفترة الجاية ما بقيتش بقى محتاج ان انا فيه ارشيف لا ده انا هواسق الوسائق الحكومية وكل حاجة خاصة بالمواطن هيبقى فيه قاعدة بيانات فيه من خلال الرقم القومي ده ممكن اعرف كل حاجة عن المواطن التاريخ لو بعد شهر فيه حدثة تاريخ المرضي فصيلة الدم كل ده صحيح من خلال قاعدة المعلومات اللي عندي يعني زي ما قلت الحدث ده بيساهم في انه بيساهل في اتخاذ القرار بيساهم انه بعرف كل حاجة عن المواطن صحيح يعني بيساهل حياة المواطن في الفترات الجاية ان شاء الله صحيح الكاتب الصحفي استاذ ريدا المسلمي انا بشكر حضرتك على وقتك وعلى وجودك معنا شكرا مشاهدين الكرام دي كانت فقرتنا انتظرونا بعد هذا الفاصل القصير وفقرة اخرى وحديث حول السوشال ميديا ميزتها وعيوبها